السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم هشان فروء مواجه أول الرياضيات وخبير الرياضيات أهلا بيكم طلابي وأولادي الصف الثاني السنوي علمي في مادة الجبر ونكلم بالوقت عن إزاي أرسم بعض الدوال الحقيقية أهلا بيكم يلا على الحقات معنا الحلقة السادسة التحويلات الهندسية لمنحنايات الدوال اللي احنا خدناها الحلقة اللي فاتت تعالوا نشوف كده أول حاجة أي منحنة عايزة أرسمه صاديو ساو دالسين زائد ألف أي منحنة لابد أن يكون ألف ينتمي لحافر الصفر اللي هي ألف حافستار اللي لونا سويت أن ألف بصفر يبقى دي أبسط الحلول بتاعة الدلة اللي خدناها بك هو نفس المنحنة ولكن بإزاحة رأسية قدرها ألف إذا كان ألف ده موجب يبقى لأعلى إذا كان ألف ده سالب يبقى لأسفل تعالوا نشوف كده الرسمة بتاعتنا زي دي كده لو أنت شايف الرسمة المنقطة دي صاد تساوي السين تربيع دي أبسط الدوال التربعية أبسط الدوال التربعية لو أنا عملت لها إزاحة لأعلى بوحدتين يبقى الرسمة اللي قدامنا اللي فوق دي اللي أنا عامل عليها السام صاد تساوي سين تربيع زائد اتنين طيب لو أنا عملت لها إزاحة سالبة يبقى سين تربيع سالبة اتنين على محور الصادات أنا حبيت أقول لك كده ليه عشان أشرح النظري اللي تقال من الحلقة عشان أشرح النظري اللي تقال من شوي عشان أشرح أنا شرحت ليه الجزء ده أنا شرحت ليه الجزء ده علشان أشرح الجزء النظري اللي إحنا خدناه من شوي المنحنة صاد بتسويسين تربيع زي ما انت شاهفوا كده المنحنة رأس المنحنة هنا هو كام رأس المنحنة طيب لو حبينا نجيب رأس المنحنة للدوال دي هناخد صاد تسويسين تربيع زي ما انت شايفينه كده اللي هو المنقب ده رأس المنحنة هنا فكر أيوة فعلا صفر وصفر طيب رأس المنحنة صاد تساوي السين تربيع زائد اتنين اللي هو فوق يبقى كم و كم يلا فعلا صفر و اتنين شاطر طيب رأس المنحنة التالت عبارة عن كم و كم صفر و سلم ايه اتنين يبقى رأس المنحنة مهم جدا في الدوال اللي عنده اي دل تكون صاد تساوي دل سين زائد الف هناك ازاح ولكن الازاحة دي يا ام على اليمين يا ام على اليسار هنا بقى الازاحة دي تكون افقية غير الازاحة اللي انا قلتها من شوية الازاحة الرأسية الازاحة دي تكون رأسية افقية على اليمين او على اليسار لو قلنا ووصل لليمين عندما الف اقل من الصفر قلنا اليسار عندما الف اكبر من الصفر تعال نشوف كده الدل بتاعتنا ها ايوا الدل الأصلية للمقاطة دي عملنا لها ازاحة مقدارها وحدتين على محور الصينات في اليمين يبقى المفروض الدل دي تكتب ايه ها قول قول قاعدة الدل فعلا صاد تساوي سين ناقص اتنين الكل قس اتنين فعلا طب لو عملنا ازاحة لليسار يبقى ايه سين زائد اتنين الكل قس اتنين زي ما ظهر ايه قدامك يبقى الشكل المنقط ده معناه الدل الأصلية اللي هي سين تربيع عملنا لها ازاحة سين ناقص اتنين وحدتين عملنا لها ازاحة الى اليسار سين زائد اتنين الكل تربيع لانها دل ايه تربيعية او من الدرجة الثانية تعال نجيب كل رأس منحنة رأس المنحنة الاصلية اللي هي صب تساوي سين تربيع هي عبارة عن ها لسا اخدنا برفع ليك صفر وصفر ميدي نفس اللي فات طب تعال نشوف رأس ايه المنحنة سين زائد اتنين اللي هو على اليمين ها قول فعلا برافو عليك صفر وسالب ايه اتنين ايوة لا 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 اه انا قلت صفر وسالب اتنين ها والضحي كده الكلام ده صح والغلط لا غلط انا كتبها لك ايه عشان تاخد بالك ان بكتب الاول الاحداث السيني الاحداث السيني سالب اتنين و ايه وصفر طب والتانية ها عبارة عن كم و كم اتنين و صفر يبا ما اقولش صفر و اتنين لان صفر و اتنين دي اللي احنا قلناها مرة اللي فاتت اللي على محور الايه الصادات لكن انا هنا بتكلم على محور الايه السينات مما سبق يمكن استنتاج ان المنحنة صاد بتسوي السين زائد الف زائد بيه يتعملوا ازاحة ايضا وزي ما احنا شايفين نفس الكلام بس هنا هنعمل ازاحتين مع بعض على السين وعلى الايه او الاعلى و لاسفل ويمين وشمال واوصاد لاعلى عندما بيها اكبر من الصفر واوصاد لاسفل عندما بيها اصغر من الصفر زي ما قلنا قبل كده ثم بيه ازاحة وفقية عندما الف اقل من الصفر وهنا عندما الف اكبر من الايه الصفر مثال استخدم منحنة دال دال حيث ان دال سين تساوي سين تكعيب وره سين تساوي سين زائد اتنين لكل اصي ثلاثة زائد اتنين هنا على طول هنقول الرسمة بتاعتنا هي دال دي دالة تكعيبية سالب اتنين واتنين زي ما قلنا قبل كده يبقى دي سالب اتنين وقادي اتنين يبقى النقطة هنا الدالة دي تكعيبية ولا ايه 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 اصي ثلاثة فهنرسم هذه الدالة بهذا ايه الشكل الدالة هنا لو انا رسمتها زي ما رسمتها كده عايز اجيب مجالها مجالها كل الاعداد الحقيقية مداها كل الاعداد الحقيقية هذه الدالة تزايدية على ايه على مجالها بقت بسيطة جدا وممكن نزود كمان في حاجة بحصل ايه هذه الدالة او دراست هذه الدالة هقول عايز اجيب كونها زوجية ام فردية على طول من غير ما اتفكر ها هاقول فعلا ليست ايه زوجية وليست ايه فردية وده مهمة جدا زي ما شفت كده الرسمة بتاعتها استخدم منحنة الدالة دالة سين بتساوي واحد على سين لتمثل الدالة واحد على سين زي الثلاثة دايما عطول هنعرف ان المقطة كمه كان صفر وثلاثة ادي الصفر وثلاثة هنا ارسم محاور وهمية زي ما انتو عارفين نيمو جابة يبقى تقع هنا وتقع هنا مجالها عبارة عن حافر الصفر تمام كده ايوة مداها عبارة عن ايه حافر الثلاثة ايوة شاطر هذه الدالة ليست فردية وليست زوجية هذه الدالة تزايدية على ايه اولاد ها اقول برافو عليك تزايدية على ايه مجالها برافو عليك يبقى دي بعض الدوال اللي انا اشتغلت عليها ورسمناها النهاردة وجبنا الدوال منها نناقش شوية مسائل شوية تانية ارسم منحنة الدالة دالة سين بتساوي مقياس سين زائد واحد نفس الكلام ده مقياس يبقى النقطة زي ما احنا قلنا كام وكم صفر واحد حددها ادي صفر واحد اهي دالة المقياس يبقى احنا هنا عملنا ازاحة موجب واحد لا اعلى فعلا تترسم على هذا ايه الشكل تمام يا أولادي طيب نجيب المجال مجالها ايه ها اقول اقول له انا برسم كده فعلا كل الاعداد الايه الحقيقية مداها عند كام وكم رفع ليه واحد ومال ايه نهاية هذه الدالة فيها تزايد وفيها تناقص تزايدية على صفر ومال نهاية تناقصية عند سالب مال نهاية وصفر طب انا عايز اسألك سؤال وفكر معايا الدالة دي زوجية ولا فردية ها اقول فعلا متماثلة حول محور ايه الصادات ادام متماثلة حول محور الايه الصادات يبقى هذه الدالة دالة ايه زوجية برافو عليكم ودي حاجة من الحاجات اللي احنا خدناها النهاردة نفس الكلام باسلوب اخر دالة سين بتسوي سين ناقص اتنين لكل تكعيب يبقى النقطة بتاعتنا كم وكام اتنين وصفر تعالوا نشوف كده قد اتنين وصفر اهي تمام شاطر الدالة دي دالة تكعيبية احنا عملنا ازاحة المفروض انها تكون تكعيبية عادية لكن احنا هنا عملنا لها ازاحة ايه وحدتين يبقى سين ناقص اتنين تربيع لكل تكعيب تعالوا نشوفها كده يبقى تترسم كده زي ما انت شايف هنا الدالة دي مجالها كل الاعداد الحقيقية مداها كل الاعداد الحقيقية ليست زوجية وليست ايه فردية تب الدالة دي تزايدية ولا تنقصية برافو ليك نقول ايه تزايدية على ايه ها على مجالها مجالها اللي هو مين كل الاعداد الايه الحقيقية ارسم منحنة دالة ده اللي تسوي سين تربيع انا اصار باع سين زي التلاتة ومن الرسم اوجد المدى وابحث الايه الاطراض وبين نوعها من حيث كونها زوجية ام فردية السؤال ده فكروا فيه وانتكلم فيه بعد كده ودي من الحاجات الايه اللي انا بحب دايما اخليك تشغل مخاك فيها نقطة رأس المنحنة دلوقتي هندربك على بعض الحاجات اللي انا بستفيد بيها وممكن تيجي لك اكمل او اختيار اللي هو الامن اللي احنا قلنا عليه قبل كده زي نقطة رأس المنحنة للدلة دي ها على طول دي دلة تربيعية ابسط صورة له يبقى نقطة بتاعتنا كام صفر وصفر طب نقطة رأس المنحنة سين تربيع سالب خمسة ها يبقى فعلا صفر وسالب خمسة برافو عليك نقطة رأس المنحنة دلت سين بتسويسين نقطة اتنين تربيع زي التلاتة يبقى رأس المنحنة كام اتنين وتلاتة اللي هي جيم وكده ابقى انتهينا من الحلقة السادسة على التحولات الهندسية نشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة